الفيسبوك يتعرض لضربة موجعة من داعم فلسطين أفادت تقارير أمريكية أمس الأحد أن موقع فيسبوك للتواصل الاجتماعي تعرض لضربة بسبب حملة على وسائل التواصل الاجتماعي دشنها نشطاء مؤيدون لفلسطين ووفقا لما ذكره تقرير صادر عن NBC News الأمريكية فقد تسببت الحملة في خفض ترتيب تطبيق فيسبوك في متاجر تطبيقات أبل وغوغل ويسعى النشطاء المدشنون للحملة الاحتجاج على رقابة فيسبوك المزعومة على الحسابات الفلسطينية على منصته ويحثون الناس على ترك نجمة واحدة عند تقييم تطبيق فيسبوك وأضافت الشبكة الأمريكية أن فيسبوك يتعامل مع الأزمة بأولوية عالية لكن داخليا بين موظفيه إذ كتب أحد مهندسي البرمجيات في منشور على لوحة رسائل داخلية على فيسبوك أن المستخدمين مستاءون من طريقة تعاملنا مع الموقف وتابع أنهم بدأوا في الاحتجاج من خلال ترك تقييمات بنجمة واحدة كما ذكرت NBC News أن شركة أبل رفضت طلب فيسبوك إزالة المراجعات المنخفضة لتطبيقها وكان تقييم تطبيق فيسبوك لنظام تشغيل iOS على تطبيق أبل ابتداء من بعد ظهر أمسن الأحد جوج فصيلة 3 نجمة من أصل خمسة بينما كان الوضع مشابيا في متجر جوجل إذ نال تطبيق فيسبوك على أجهزة أندرويد تصنيف جوج فصيل 4 نجمة وهو أعلى قليلا وكانت غالبية المراجعات نجمة واحدة فقط ووجه نشطاء مواقع تواصل عرب انتقادات كبيرة في الفترة الأخيرة لفيسبوك بسبب حدفها منشورات وحضرها حسابات تنتقد الاعتداءات الصهيونية على قطاع غزة ووصفتها بأنها تحض على خطاب الكراهية قناة إبراهيم أبو جابر رحلة تيفي